السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم يا شباب كيف أخباركم إن شاء الله بخير طبعا مقطعنا اليوم سنقل لكم كيف تنزلوا وارزون موبايل من على جهزة الايباد أو الايو اس قبل ما نبدأ بهذا المقطع يارب تشتركوا بالقناة وتشغلوا الجرس وتنزلوا وتدخلوا على رابط الديسكورد في الوصف هذا المقطع أول شي بنبدأ ببرنامج الكسر أو الVPN طبعا برنامج الVPN اللي أنا بستعمله اسمه FlyVPN لازم تنزله وموجود على الستور في الايباد حتى في أجهزة الاندرويد بيكون موجودة بس تنزل البرنامج الVPN بتروح على استراليا بتشوف أقل بينك بتربط عليه ومتما ربط الVPN تبعيتك بدك ترجع على الستور ومن الستور تغير الريجن تبعيتك أو الدولة تحطه أستراليا متل ما شايفين بهذا المقطع طبعا اللي ماعرف كيف يغير بتروح على البروفيل تبعيتك من البروفيل تبعيتك بتضغط على الاسم ومن الاسم بتختار الكنتري أو الريجن متل ما محطوظ بهذا المقطع ومن هون بدك تنزل تختار الكنتري أول شي طبعا بس تختار الكنتري لازم تقبل الشروط طبعا نحنا هنا حطينا أستراليا بيطلب منك عنوان طبعا بتحط له أي راندوم عنوان بتساوي اغري اول شي انك انت موافق على الشروط وبعد ما تسوي اغري فيك تضع طريقة الدفع ستكون نون وبعدين بتضع عنوان في استراليا طبعا العنوان سيكون راندوم أي عنوان في استراليا أنا حطيت بس هيك أي شي وحطيت بوستال كود وعم تليفون طبعا عشان ما يطلع لك أخطاء ومتى ما حطيت هدلون الديتيلز تطلع اللعبة عندك في الستور وهيك نحن هلا بنكون غيرنا العنوان وغيرنا الريجون تبعيت الابل ستور تبعيتنا وندور على لعبة وارزون موبايل او ما نحط وارزون موبايل بتسوي سيرج ستطلع لك اللعبة وحتقدر تنزلها ما هيطلع لك انه تاخد نوتفيكاشن او يجيك لما تكون اللعبة موجودة بالريجون عندك يعني كنون شعرفين هلأ انا قدرت نزل اللعبة بنرجع لعندكن بس لما تنزل اللعبة بالكامل وبتلاحظوا انه التنزيل تبعيت اللعبة بطيء السبب هو الVPN لاني رابط على استراليا بقى حيكون التنزيل بطيء وحيكون في اللعبة نفسها بطيء بس انا هالفترة هاي رح سأسرع لكم المقطع عشان ما يطلع المقطع طويل وتقدروا سكيب للوقت هاتف وحيك بتكون اللعبة نزلت مية بالمية عنا على الايباد وبس نفتح اللعبة حيكون في تحديث جوه اللعبة كمان هذا التحديث حيأخذ وعده انا هقطع المقطع من هون وحشوفكم بعد ما سوي لانه حيطلب تدخل الديتيلز تبعيتك وتحط اليوزرنام والباسورد اوكي الحين احنا دخلنا على الجيم حاطينا اليوزرنام والباسورد والفبن شغال منحاول ندخل على اي جيم طبعا انا ما عدلت اي شي على السيتنج هذا الجهاز ايباد جديد غير الجهاز اللي انا بلعب عليه بقى ما حعدل اي شي على السيتنج رح فوت بس عشان ورجيكم كيف اللعبة حتشتغل وكيف ندر نفوت طبعا بعد ما نزلنا اللعبة بعدنا على نفس الفي بي ان استراليا منسوي بلاي حيداخلنا اللوبي ويداخلنا بلعبة انجوي الجيم بلاي هاي طبعا الجيم بلاي كان يعني سريع متل ما تلكون مو مزبط اي شي بالاعدادات او الازرار مكان الازرار باعشان هيك المقطع حيكون يعني خسرنا طبعا اتلونا ورجعنا نزلنا على نحاول نرجع مرة ثانية كمان اتلونا مرة ثانية انيويز لا تنسوا الاشتراك يا شباب بالقناة واللايك والشير للمقطع لو عندكم اي حدا محابب ينزل هي اللعبة ولو عندكم اي اسئلة اي استفسارات فيكم تحطوا ليها في التعليقات التحت وكمان فيكم تفوتوا على سيرفر الدسكورد واتسألونا بسيرفر الدسكورد الشباب كلها بتساعد هناك انجوي مشاهدي ممتعة اشترك بالكام اشترك بالكام 겠죠 حسنا لنظر المفترض اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة